أنا عايز أتكلم في العلاج طيب في أسئلة تانية هتسألها لي؟ للمريض يعني؟ لسه مشخصناها ده الموضوع بياخد وقت بس أهم سؤال اللي أنت بتحط إيدك فيه على التشخيص على حسب المرحلة العمرية الأكتر أكتر حاجة بتخطي الفت النظر للموضوع ده أن الشخص ما عندهش نمط من الاضطرابات النفسية اللي احنا المعتادة بس عنده أفكار انتحارية متكررة كتير عنده مشاكل كتير في الأسرة اللي حواليه ومع أصدقائه حتى وتغيرات حد في حالته المساجية هو نفسه مستغرب منها هو نفسه بأحاسس أنه مخدود يعني أنا لأ أنا ببالغ في الأحداث قوي أنا عندي رأيي يعني أنا رضوت فعلي مبالغ فيها لو جيت أفكر فيها بعد شوية بحس أن أنا كنت أفر يعني حسن موضوع زيادة أنا عشان كي أقول لك ممكن أن أرجع أندم على اللي أنا عملته يندم على اللي هو قاله فيه ممكن يرمي يمين الطلاق وبعد شوية يقول لك هو إلي أنا عملته ده أنا أفورت قوي وسبقات إزاء الزيادة والانتحار والدخول في تاعات المخدرات يعني هو بقى مجموعة أعراض مش أعراض واحد اللي بنشخص به العلاج هل اضطراب الشخصية الحدية ليه علاج أدوية عقاقير يعني ولا نفسي بس وجلسات علاج نفسي طيب إحنا عندنا على حسب الأعراض اللي هو جاي بيها لأن إحنا برضو إحنا قلنا كلمة بوردر لاين معناه أنه هو على حفة من الاضطرابات النفسية الأخرى عشان كي أسموه بوردر لاين لأنه ممكن في أي وقت يدخل في أي اضطراب نفسي آخر الشخص ده لما بييجي لازم نتأكد أنه ما عندوش أعراض مرضية تانية مصاحبة أو اضطراب نفسي تاني مصاحب بمعنى إضافة إلى اضطراب الشخصية الحدية أنه يكون عنده حاجة اسمها اضطراب سناء الكتب اللي هو بيجي له عراض هوس أو نشاط زيادة في المخم مع عراض اكتئاب أو عنده اكتئاب أو عنده طعاطي مادة مخدرة أو عنده أي حاجة فالشخص اللي جاي لي عنده نوع من أنواع الأعراض البسيطة أو الخفيفة ده ممكن نكتفي معه بالعلاج النفسي وبيبقى كافي جدا لأنه كله اللي بقى محتاجه إنه هو يعيد تنظيم اللي انفعالات بتاعته يضبط سلوكه أكتر القبول بتاعه النفس وللآخرين يتعدل التغيير في السلوك بيجي تدريجي مع الوقت ومع المرحلة العمرية اللي هو بيمر بها لكن لو كان عندي فيه أعراض شدة من الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية أو جودة رب سنوء الكدب لازم هياخد ده فالخطة العلاجية بتتفرد من شخص آخر الحسب المرحلة اللي هو فيها والحسب الأعراض اللي هو جالينة بها طيب آخر سانيتين هل الأدوية دي مضادة للاكتئاب ولا أدوية لأن الناس بتخاف من الأدوية هل هي مهدئات هل هي هتبقى زي شبه إدمان للأدوية دي بالعكس بالعكس الأدوية النفسية كلها زيها زي أي علاج تاني خالص زينا زي أدوية البطنة زي أدوية العزام زي أدوية السكر زي أي حاجة لجماعة احنا في الطب احنا عندين ما عنديناش دوة بيمنع المرض احنا عندين أدوية بيتعالج الخلل اللي موجود فطالما الخلل ده مستمر يبقى الاحتياج على الدوة هيستمر فكلما الشخص هيبدأ بدري هنقدر نصلح الخلل بدري احتياجه للدوة واعتماده على الدوة هيئل لكن الأدوية لاست إدمانية لاستا لها أصار جنبية لافيش أي مشاكل خالص